كيف هذه المؤشرات وكيف يمكن أن يقرأها من سيدعم لإعادة إعمار السودان؟ لأن حضرتك تتحدث عن قوات الدعم السريع ما تابعنا خلال الأشهر الماضية أن قوات السريع هاجمت القيادة العامة أكثر من مرة بفارق زمني هاجمت سلاح المدرعات أكثر من مرة بفارق زمني حالات الكر والفر في الخرطوم بمدنها الثلاث بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة منذ أشهر وحتى في الأيام الراهنة يعني كفة الغالب والمغلوب لا تبدو واضحة هو حقيقة سماع أخبار المعارك اليومية لا تعطيك المؤشرات الحقيقية لهذه الحرب لأن المعارك متجددة ومستمرة كما قلت أنت هجوم على المدرعات في التاسع عشر من أغسطس لكن إذا نظرت إلى هجمات الدعم السريع هي كانت متوقفة منذ الرابع من يوليو كانت آخر هجوم قام به الدعم السريع على الاحتياط المركزي أم درمان وتوقفت لفترة طويلة وتجدد الهجوم على المدرعات حقيقة تجدد الهجوم ارتبط بدعم خارجي يعني ذكره سفير السودان في مجلس الأمن عندما تحدث عن دولة تدعم التمرد وأنه قد استلم ست ألاف عربة جديدة هذه القوات الجديدة الدعم الجديد دخل مباشراتاً في التاسع عشر من أغسطس وقام بعمليات لمدة ثلاثة أيام حول المدرعات وانتهت هذه إلى هزيمة كبيرة جداً للدعم السريع مؤشرات انحسار الدعم السريع يعني مثلاً الدعم السريع أبعد من مدينة زالنجيه في وسط دارفور في الجنينة ما زالت حامية الجيش قائمة في نيالة هزيم شرة هزيمة حتى على الحدود مع أفريقيا الوسطى استطاع الجيش استعادة حامية أمدافوغ الحدودية وهي حامية مهمة جداً وتشكل نوع من السلام موجودة الآن في كل مدن دارفور القليل جداً من المعارك تحدث الآن كذلك انحسر الدعم السريع في ولاية كردفان ومحاولات نغل الحرب إلى جنوب كردفان فشلت يعني أنت ترى تراجع للقوات الدعم السريع نعم تراجع كبير جداً وانحسار هذا الذي تشعر به حكومة السودان حينما تنادي بإعادة الإعمار كأولوية بعد الحرب شكراً جزيلاً لك دكتور أسامة العيدروس أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيج شكراً جزيلاً